أما الآن ينضم إلينا الناشط في المجال الإنساني الأستاذ سعد عامر أهلا بك أستاذ سعد لديكم تصور عن أرقام المغيبين عن أماكن تغييبهم واجهات تغييبهم أم لا تصور على الأقل مبدئي مساء الخير حياكم الله وحيا الله مشاهديكم الكرام بالعادة نحن نعتمد على التقارير الدولية في هذا الأمر آخر تقارير دولي لمنظمة الصليب الأحمر التي هي أحد شركاء الدولة العراقية في ملف المغيبين العراقيين قالت بأنه يقارب ربع مليون إلى مليون عراقي مغيب قصريا منذ عام 2016 حتى عام 2020 هذا الشق الأول من سؤالك الشق الثاني نحن للأسف كل المنظمات والجهات الرقابية وحتى بعض الجهات الحكومية التي هي مسؤوليتها هذا الملف إلى حد هذه اللحظة مدى تقدر تحصي أعداد المغيبين قصريا وأماكنهم يعني مثلا مدى تعرف الناس المغيبين في السجون الرسمية ومدى تعرف أعداد الأشخاص الموجودين في السجون السرية ومدى تعرف أعداد الأشخاص التي خطفهم داعش وأخذهم وياه خارج العراق وأيضا الأشخاص المغطوفين عن داعش داخل عراق مدى نعرف أعداد الأشخاص التي اعتقلهم داعش أثناء سيطرت على المدينة ودفنهم بسبب الحرب قتلهم ودفنهم أو أثناء الحرب قصفة وصارت تحت الركام ومدى نعرف الناس التي خطفتها الميليشيات والعصابات وعدمتها وهذا بالتالي يصعب من مهمة تعقوبهم ما أعتقد أنه يجي بعدها أعداد رسمية مفوقة ودقيقة هذا بالتالي يصعب من عملية تعقوبهم تحري أثرهم بالنسبة لذويهم وبالنسبة أيضا للمنظمات المحلية كذلك الدولية نعم هو الأمر صعب لكن لا يوجد شيء صعب على الدولة ولا يوجد شيء صعب على جهود إذا أرادت تبذل بشكل صحيح في سبيل معالجة هذا الملف أتوقع بأن هناك جهات ربما تكون سياسية وربما تكون إقليمية تحاول دائما إيقاف العمل في هذا الملف حتى إذا ما كانت تود إيقافها تحاول عرقلتها وبالتالي الجهة المقابلة ستفهم بأن هذا الملف لا تستطيع تكمل به أخالف الرأي الذي نذكر بالتقرير بأن هذا الملف هو إنساني بحث لا هذا الملف هو ملف سياسي ليس ملف إنساني أتوقع نتائج هذا الملف والتحقيقات إذا كتمت بهذا الملف ستوصلنا إلى معلومات عن شخص سياسية ورموز سياسية بالعراق كان لها يد في هذا الموضوع إذن الناشط في المجال الإنساني سعد عامر شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا